تقدم جديد يحرزه الجيش الوطني التابع لمحور العند باتجاه جبهة كريش على الأطراف الغربية لمحافظة لحج أدى إلى تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية في الجبهة أبرزها جبل حمالة وجبل السنترالة ومواقع أخرى وصفها مصدر عسكري بالاستراتيجية بعد ساعات من تقدم مماثل أحرزته قوات الجيش في الجبل الأحمر والمناطق القريبة منه شرق مديرية خديرة تابعة لمحافظة التعز تقدم قوات الشرعية في هذه الجبهة جاء بإسناد جويا من طيران التحالف العربي استهدف مواقع حيوية ودوريات عسكرية للميليشيات الإنقلابية بالتوازي مع قصف مكثف لمدفعية الجيش الوطني التي استهدفت عددا من تحصينات الإنقلابيين سقط على إثرها الكثير من عناصرها بين قتيل وجريح وأسر عدد آخر علاوة على انهيارات واسعة في صفوفها حسب مصادر ميدانية فالساعات الماضية شهدت معارك تعد هي الأعنف منذ تواغل الميليشيات في منطقة كريش في محافظة لحج في العام قبل الماضي وفيما تستمر العمليات العسكرية ضد الميليشيات واصل أفراد الجيش الوطني تمشيط ما تبقى من جيوب في عدد من مواقع الجبهة كمنطقة بيت حاميم والطريق الرئيسي الرابط بينها وبين مدينة الراهدة التي ستكون هي الوجهة القادمة للجيش الوطني بهدف استعادتها كليا خصوصا وأنها أصبحت كما تتحدث بعض المصادر الميدانية تحت السيطرة النارية لقوات الجيش الوطني موسيقى